يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأثرتهم أم لم تنثرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالضيب فبشده بمغفية وأجر كريم إن نحن نوحي الموتى ونكتب ما قذموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين واذرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أغتم إلا بشر مثلنا وما أوزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم توتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ثكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بذر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقفون إني ظل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماع وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة نقل العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الله ما جميع لدينا محذرون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزفاج كلها مما تمت الأرض ومن آفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإلى هم مثلمون والشمس تجذي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها وتذرق القمر والليل صابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا حلاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها معددين وإذا قيل لهم أنفقوا ومما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ثلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفخ في السود فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة اليوم في سغل فاكهون هم وأزباجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أجها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدف مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم وَلَقَدْ أَفَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ إِسْلَوْحَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا تبصرون ولو نشاء لما خسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتعثر من كان حيا والحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها معلكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا مدون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإرسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هم خسيم مبين وذرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يوحي العذام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العزيز